برحب بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة في مدرسة المسيح برحب بيك مرة تانية انك تفتح عينيك واذانك عشان ترى وتسمع ما يقوله الروح لنا من خلال الكلمة المقدسة عشان يعلمنا طرقه عشان الحياة ما تبقاش مجرد حبرة على ورقه لكن الله يكتب بالروح القدس حقه في قلوبنا في ألواح قلب لحمية وزي ما بيقول بوليس عشان نكون احنا رسالة المسيح رائحة المسيح الزكية مقرؤة ومنظورة من جميع الناس في رحلتنا الطويلة في هذه المدرسة اللي ابتدت بمعرفة الله ووصلنا أخيرا لممارسة العلاقة الشخصية مع ربنا من خلال الخلوة الصلاة وقراءة الكتاب وتكلمنا عن أنواع الصلاة المختلفة تسبيح الشكر النقاء الشركة وصلنا عن صلاة الطلب والتضرع وقلنا فيها ثلاث جوانب مختلفة يعني جانب الأول السؤال ما أحتاج طلب عايزك أنت يا رب التضرع القرع اللجاجة أنا بطلب ليك يا رب وهنا في كل واحدة قلنا ماذا أطلب هنا ماذا أطلب هنا ماذا أطلب هنا وقفنا عند السؤال الكبير ليه إذا كان ربنا يعلم ما نحتاج إليه إذا كان عن كل واحد منا ليس ببعيد إذا كان ربنا بيحب الناس وعايز يصنع ما شئته التي في السماء وعايز ما شئته كما في السماء تكون على الأرض هل هو محتاج أني أطلبها ولا لا وسمعنا إجابات كتيرة رائعة من حضراتكم وقلنا في ثلاث أسباب رئيسية للطلب والتضرع في ثلاث حاجات رائعة للسؤال في حاجة مهمة جدا أني تسيك أني أفتش على الرب حتى أجده لكن في صلاة الطلب والتضرع في صلاة التضرع بالذات من أجل الآخرين ومجد الله وإنه في ثلاث حاجات واحد ده بتغير أنا عشانا أتوافق مع الإرادة اللي هي اثنين ببقى على استعداد إن ربنا يقول لي مطلوب مني أخرج من هنا أنا أعمل إيه ها أنا ذا أرسلني اذهب إلى شعب ومتمرد اذهب إلى نينو ساعتها أسمع ربنا عايزني أروح فين إحنا كثيرا بنجينا قللي قللي يا رب عايزني إيه قللي بس أعايز مني إيه قللي يا رب عايزني إيه أم أسمعش حاجة صح؟ صح؟ مسمعش حاجة بقول أوكي هروح اللجنة الفلانية وهناك بقول لي أنت عايز مني إيه هروح المؤتمر الفلاني بقول لي إيه لو تعلمت أتضرع مع الله من أجل الناس ومن أجل ملكوته هسمع بسهولة قوي هو عايز مني إيه سبب الثالث والمهم إن الصلاة دي بتطلق يد الله لتحقيق مشيئته وده السؤال الكبير اللي مسؤول عند الناس المشهور عند الناس هل الصلاة تغير إرادة الله ولا الصلاة تحقق إرادة الله فارق بينهم ولا مفيش نسمع أخوتنا وبعد نرجع نتناقش في القضية دي ونوصل لصورة واضحة عن قيمة التضرع من أجل ملكوت الله البعض بيقول الصلاة تغير إرادة الله والبعض بيقول الصلاة لا تغير إرادة الله رأيك مع أي واحد فيهم على حسب على حسب يعني على حسب مشيئة ربنا نعتقدش كده لا تغير إرادة ربنا بس في نفس الوقت بتقربنا منه بدرجة إن إحنا يكون العلاقة اللي بيننا وبينه متفاهمين جداً إن بنوصل لمرحلة إن أي حاجة هو عايزة إحنا ردينا عنها أنا شايفة إن من كتر الصلاة أنا البط غير بسرعة إحنا أولاده وإحنا لينا ولينا رجاء عنده ولينا بنوة وإحنا غالين عليه فينفع إنه أبونا يعمل كده ينفع إنه يغير إرادته مش لأنها مش صالحة لكن إنه هو بيحب إنه ولينا لينا حاجة بعد مكتر جدن مكتر ما أحنا بنتطلب كتير ربنا بيسمع بس يعني لو حاجة غلط أو حاجة أم مشكة أكيد ممكن هيورننا بطريقة أو بطانية إنه لأ دا مش مناسبة ليك إستنى لغاية ما ما توصل لحاجة لأنه الهدف لنحطه لك هي حاجة أحسن بكتير هو قال مش بس تطلب لروحك اطلب للآخرين صح صلوا بعضكم الأجل بعض طيب أنا صلي للناس ليه عشان هما جزء مني يعني كلنا بنكمل بعض شركة إسراء المسيح إحنا كلنا واحد عشان ليه أنا دور ليه دور فإن أنا أجيب ناس أو إن أنا أشفي ناس عن طريق ربنا يعني إحنا وسيلة في الدين ربنا فإزاي إنا أبقى وسيلة من غير المصلي ليه أطلب لإخواتي لما هو بيحبهم أكتر ومهتم أكتر بيهم أنا طلبت الروح عشان أقدر هما ما عارفوش إني طلبت لهم أطلب لهم ليه؟ أنا هما زي ما أردت حضرتك هو جزء مني يعني إحنا كلنا واحد في المسيح خليني أقف بالذات عند بعض الأسئلة دي اتعرضنا لها الحلقة الماضية ليه أصلي لأجل الآخرين وحد قالها كده بصراحة أنا اللي بتغير لكن في رأيين قال من كتر الزن أقدر أغير ربنا في حد يزن على ربنا وغير فاكرين الراجل دوت حزاقية الملك مش كده؟ ربنا قال له أوسي بيتك لأنك تموت عيط وخرب الدنيا وقعد يخبط في العقصة كده فربنا زود له خمستاشر سنة عارفين قصة؟ إيه بقى ده؟ إيه بقى الصلاة غير ربنا؟ ولا إيه؟ لأ؟ تودعلي قول لنا بقى إيه اللي حصل إيه موضوع حزاقية ده؟ هو كله في علم الله السابق فهو الله عارف أنه هو هيطلب منه كده وهو الله مدبر له خمستاشر سنة من الأول فهو ما غيرش حاجة هو حق إراضي طوله لو ما كانش هو خبط وصلى كان مات؟ أعتقد كان عارف أنه هو هيخبط وصلى لا ربنا كان عارف لأ خلو ما كانش خبط وصلى كان مات؟ كل واحد يجي يموت يخبط وصلى حسن يكون فضله شوية؟ محدش يعرف يعني لما يجي يموت حسن يكون فضل شوية وأنا مش ياخد بالي؟ لا لا يعني نتعلم ايه من الدرس ده؟ محدش يعرف أنه يموت هو الموت بيجي فجأة الموت بيجي فجأة؟ لا الكل اللي عنده سرطان فيه زيزة حزاقية كده يا ما ناس عارفة هيقول لك الدكتور يقول لك فضل لك ستة شهور بس مش بيبقى فاضل ستة شهور الله بيت مجد طبعا مش فاضل ستة شهور فنخبط برضو لعلا يكون فضل شوية رأيك نخبط يخبط يخبط يا فاتي لا بس يعني انت رأيك ما غيرش إرادة ربنا لا ربنا كان عايز كده من الأول طليل خمسطاشر سنة دول الزيادة اللي زادوا في حياة حزاقية كانوا أوحش خمسطاشر سنة جاب منهم تحقيق إرادة الله وجاب منهم والد لا بالعكس كان أوحش خمسطاشر سنة أوحش خمسطاشر سنة يعني بعد ما وصل للقمة كده الخمسطاشر سنة دول كان انهيار ليه عشان هو طلب مش في إرادة الله ليه ليه خمسطاشر دول كان أوحش يعني ايه عايز اتفضل مايك ايه جاب تاني اتفضل انا كنت هجاب في قصة موسى لما كان بيتضرع من أجل الشعب في العشر دربات كان كل مرة الله بيقرر انه الشعب ده خلاص هيهلك لانه زاغ وفسد كان موسى بيقف وبيتضرع وكان الشيء مش في العشر دربات كان عن شعب إسرائيل عشر درباته المصريين اه في العشر دربات دولة فكان الله بيرجع للشعب وبيقمر بتاني بالبركة وبيزيل الدربات دولت فغير ردته فغير رده هنا فموسى هو هنا غير ردت ربنا ربنا قام بإهلاكهم لو لموسى غير ردت ورحمهم صح؟ تمام فهنا هو الصلاة بتغير ردت ربنا لا لا ولا الصلاة فعالة لدرجة بتغير ردت ربنا ولا الصلاة فعالة لدرجة بتحقق ردت ربنا متحقق تمام هنا غيرت بس حققت ردت الله لش ان الشعب كان ربا ما كانش عادة الشعب ايه لك طب كويس طب ما اللي قام بإهلاكهم ليه هو كان قرر ان الشعب كان زاغ وفسد فهو قال الشعب مش هينفع يعني خلاص انا اهلكم افضل من هما بيبضلوا في الفساد كده يعني الصلاة دي ما غيرتش قرات ربنا ققت قراته حققت قرات ربنا تم احتاج موسى في ايه موسى كان بيتضرع من اجلهم طب ولو ما تدرعش لو ما تدرعش لو ساعته ما تدرعش ربنا كان عارف انه هيتضرع لو كان ما تدرعش هل مرة ما تدرعش حده كان ربنا عايز ولما ما تدرعش اهلكهم هل العكس حصل عشان يتقصلها هنا قدت نتيجة واللي هي تحصيل حاصل وبتغيرني وبتسمعني صوت ربنا مالهاش دعوة بالاحداث بتغيرني هايل بتسمعني صوت ربنا عشان اعمل ايه هايل هتأثر في الحدث هتغير ردات ربنا هتحقق ردات ربنا ولا مالهاش دعوة اللي هيحصل هيحصل فاهميني السؤال ايه لان دي مصيبة لو طلع انها بتغير الحدث وتبقى مصبتين لو بتغير ردات ربنا بيخلي بالك قوم اللي هتقوله فاهمين المشكلة ايه فاهمين ما ضيه ايه اتفضل حضرتك تفضل تبتسألوني وانا بسألكم اتفاقنا على كادي من حقنا نسأل بعضينا اه انا عرف ان ربنا حطت خطة لكل واحد فينا من زمان هتحصل هتحصل ودي سابتة القدرية لا مش قدرية مال ايه حطت خطة هتحصل شانه مطلق بطش ساني هو ربنا حطت خطة لكل واحد بايس لكن مثلا ربنا بيحط ناس في حياتي تصليلي او تصلي عشان حاجة في حياتي عشان هو يحقق المشيئة دي او الخطة لو الناس دول عصوا ماردوش يصلي الخطة دي هتحصل لا لا يبقى الصلاة هتتغير او هتحقق الصلاة بتغير بتغير الحدث مش بتغير الحدث بتغير ربنا ولا بتحقق ايراد ربنا ما اكيد ربنا الخير ليه على طول ما نعارف فايزا مش هتغيرها لان اللي غيرتها هتبقى مش خيري طيب هو ربنا ما عندوش مشكلة او لو قردته تغيرت ما عندوش مشكلة هو واللي عندو ما عندوش ما عندوش فانغيرها مدام كله الخير اللي هي يا با ما عندوش اه يعني مثلا انا اتديت اختراع احسن من اللي كان عندو لحياتي زيات الخير خيرين اتا ليه عزيز بتنزل للتفاصيل السوارة دي عشان دي وقع الحياة واحنا مش رسين على بر جوانا احنا مش عارفين بالزبط احنا مصدقين ايه صح جدا احنا مش عارفين بالزبط احنا مصدقين ايه ولما يكون مش عارف بالزبط احنا مصدق ايه حبقى مش عارف بالزبط اعمل ايه واللي هعمله ده هيفرق ولا مش هيفرق وهيفرق الشمال ولا هيفرق يمين مظبوط ولا غلط فانا مش عايز احبكها احنا نزلل نتعلم فهمتوني بقول ايه طيب اسمحولي ألم الحتة دي واشرحها وبعد ناخد اسئلة عامة في المنطقة كلها اللي احنا عملناها افتكر انا دي عقلتي اكيد ان الصلاة لا تغير ارادة الله لان ارادة الله صالحة ومرضية وكاملة اذا ابني طلب مني اني اقذيه مش هقذيه مش هقذيه اقول له اسف حبك هعمل الخير بس مش هعمل حاجة تانية ومش معقول انا عارف خير اكتر من ابويا السماوي صح فمش معقول اقتراحي هيبقى احسن من الاقتراحي الالهي فرب دي اقول زيه بعضو يعني فكرة برضو ما جاتش على بالي تعارف يا وقت حلوة اوي الحاجة دي نعمل ارادة الله صالحة مرضية وايه the perfect one الكاملة انا ما عنديش الفكرة الكاملة اشا كده اتفقنا لتكن لا ارادتي بل ارادتك لاني عندي ثقة في صلاح الله ومشاته احكاية حزقية دي هل ربنا كان عارف وربنا كان عايز ولا لا فعلا دي القصة الوحيدة اللي في الكتاب اللي بالمعنى دي قصة فريدة من نوعها لم تتكرر في اي مكان اخر ان حد الح فبان ان ارادة الله تغيرت وان الخمستاشر سنة اللي اضيفت لم تكن افضل سنين عمره حاول رأيه حاول رأيه مش بقول لازم تصدقه حاول رأيه رأيه ان ربنا ساب القصة دي تتكتب وعملها عشان تقولي وتقولك اوعى تعمل كده لما ربنا بيقولي على حاجة بيقولي ده افضل حاجة ليك انت بتيجي تقوله طب بقولك ايه معلش طب عشان خطر طب عشان خطر انا معلش معلش طب سبني طب دي الدين اللي انا عايز طب الدين اللي انا عايز حبيب مش احسن حاجة ليك اللي انا اخترتولك طب طب معلش معلشش خطر دي معلش معلش ارجوك طب مرة ربنا سابها تحسن اوكي اوكي كان خير لك لو ذهبت في المعادل اللي قلت لك علي كان خير لك شكرا القصة دي ما تقررتش تاني ما تعملش كده ارادتي صالحة مرضية كاملة ما تعملش كده اقبل ما شئتي لانها لخيرك الصلاة لا تغير ارادة الله لكن دها ليست تحصيل حاصل تحقق ارادة الله بمعنى بمعنى عشان تتحقق ارادة الله لازم بيقى في صلاة ولو ما حصلتش الصلاة ارادة الله حصل ايه مش هتتحقق هتؤجل الى السنين واجيال فاذا مش هتتحقق لا في معادها ولا في مكانها ولا للناس اللي قصدت بيهم ايه ده والله مش بيحقق ارادته اه قلت الكلام ده في سلطان لله مسؤولية الانسان اردت ولم تريده بيتكم يترك لكم خرابة طب الصلاة هتفرق في ايه هنشرح هنا دلوقتي الفكرة دي هناخد عدة امثلة منها مثل موسى اللي ذكر ده في غاية الاهمية دي مثلا تعبير جميل جدا عن الية يعقوب بيقول لنا كده هو بيشجعنا ان نصلي وان طلبة البار تقتدر قوية او تقتدر بتعمل حاجة مش تحصيل حاصل مش كلام معناوي المسأل اللي خده قال الية كان انسان تحت الالام زي انا مش سوبرمان وصلى صلاة ان لا تمتر فلم تمتر ثم صلى ايضا فاعطت السماء مطارة طيب لما صلى ان لا تمتر دي كان قرات ربنا قال لأ ربنا قال له انا عايز اقفل طب قال له مش محتاج مني ان انا اقول لك لا محتاج محتاج وبعد ده تنسطوش قال له انا عايز افتح اطلب قال له انت مش محتاج لا انا محتاج انا محتاج اطلب عشان افتح ثم صلى ايضا فاعطت السماء مطارة لو كان ده هيحصل من غير الصلاة كان كتب الكتاب كده ان طلبة البار تقتدر كان يبقى ده العنوان بتاع القصة دي مكانش تقتدر اذا الصلاة مش بتغير رات الله مش ربنا مش عايز يقفل وانا قفلتها مش عايز يفتح وانا فتحتها لا ربنا عايز يقفل بس الصلاة خلته يقفل كان عايز يفتح فالصلاة خلته ايه يفتح ناخد مثلتان حزقية حسقيال 22-30 دي الاية العكسية السلبية بيقول وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف الصغر امامي عن الارض لكي لا اخربها فلم اجد يعني ايه يعني الارض دي تمردت وشربت الاسم كالماء وبعدت عنه العدالة اننا نعمل ايه اخربها الرحمة اننا نعمل ايه اخربها زي صدوم وعمورة طلبت من بينهم رجل واحد يقف في الخرم اللي هم عملوا ده ويبني جدار ويسد الصغر ده ويطلب عن الشعب ويطلب الرحمة اديهم فرصة تانية يا رب اديهم فرصة تانية زي ما حصل مع فاكرين مع ابراهيم لما صلى وقال له لو في عشرة قال له اخليها فانا طلبت واحد يعمل كده ما لقيتش الواحد ده عملت ايه عارفين بقيت لها ايه فاخربتها وسكبت وسكبت سخطي عليها انت كنت عايز كده لا انت كنت عايز ارحمها وديها فرصة تانية بس فيش حد صلى بتتكلم جهد يا رب قوي والتاريخ بيشهد عن كده والتاريخ بيشهد عن كده امم وشعوب ناس صلت من اجلها وجنت عاش وعظيم ومئات الالاف والملايين جملة المسيح الكنيسة بطلت تصلي الجيل اللي بعدين رح فان راح راح وراح لاجيال مش لجيل لما يجيال ويصلي يحصل ايه اللي ضاع يرجع اللي ضاع يعمل ايه يرجع انت بتكلم جهد يا رب اه بكلم جهد مش ده تاريخي مش ده تاريخي كنيزة مش ده تاريخ شعب الله في القديم اذا توضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا واجيه ورجعوا انطرقوا مرادية اعمل ايه اسمع واخفر واعمل ايه وابرق الارض اذا ما ترضعوش وما طلبوش وما صلوش اعمل ايه ولا حاجة هسيبها تخرج مش من حق الدخل الصلاة تحقق ارادة الله بصوا بقى العكس الايجابي ده اللي حصل مع موسى مش كده فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وافنيهم فاقصيرك شعبان عظيمة الشعب ده قصي الرقبة مش عايزين اسمعوا الكلام اخرجتهم بعشر ضربات عظيمة وتمجت امامهم والجبل بيدخن وقاول اخره موسى تخر فقاله لهارون بص ادي الدهب اللي معانا اعمل لنا عجل كده ونقول هذه الهتك التي اخرجتك من ارض مصر اصوت انا لازم اصوت يعني ربنا اخرجهم الرجل اتخر شو هي فوق والجبل بيدخنوا بتاعه وقصة يعني يعني ربنا مترائي يلموا الدهب ويعملوا بيه بيه اله ويسجدولوا هذه الهتك التي صح يستهلوا بصراحة يعني لو شات ناره كبريت يستهلوا صح واعنا بنعمل زيهم ونستهل فربنا بيقول لموسى اتركني ليحمى غضبي وقفنيهم وابتدي معاك من اول وجديد وبدل من بيبقوهم اسمه اولاد يعقوب اولاد مين موسى انت بجد عايز تعمل كده يا رب ولا عايز تديهم فرصة تانية انا عايز تديهم فرصة تانية بس هما ما يستهلوش غير ايه غير كده بس انا عايز تديهم فرصة تانية اتركني ليحمى غضبي وكان يبقل اوعى ايه اوعى تتركني موسى فاهم فتضرع موسى امام الرب اله وقال صلاة طويلة في النص بقى قال عبارة جبيرة جدا في الصلاة دي قال ايه هو بيقول له يحمى غضبي افنيهم واولادك يورس الوعد ده مش كده واجعل منك ام عظيمة موسى قال ايه بقى وقف في الثغر وقال له والان انغفرت خطيتهم وإلا فمحني من كتابك الذي كتبت يعني حموت معهم يحعيش معهم ده 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 واحد وقف في الصغر كده قدام ربنا فاهم قال لو رب عايز تقتحمهم اقتحمني معهم عايز ترحمني ارحمهم معايا واضح فاهم فاهمين يعني بقى انا جدار وقف في الصغر قدام ربنا قال له هتقتحمهم خدني في سكتك انا وجدت نعمة في عينيك ارحمهم معايا تبيقول كتاب فنادي ما الرب على الشر الذي قال ان يفعله وبشاهم غير رات ربنا مغيرش ده حق ده حق ارادة ربنا ان الشعب ده برغم عناد قلبه يارس الموعي ويأتي المسيح منه ليكون خلاص الى كل الارض الى اقصى الارض واضح الفكرة انا عايز اقولها يعني اذا الموضوع مش هزار خالص خالص لم يجد افنيتهم وجدت ندم عن الغضب ودهم فرصة تاني مزمور مية وستة بيحكي الحكاية دية بقى صار راجع بعد حوالي الف سنة كده تعرفين فرق ما بين ابراهيم وما بين داود حوالي الف سنة فبعد سنين طويلة جدا من موسى بيجي عمنا الكاتب المزمور وبيقول كده فقال باهلاكهم لو لموسى مختاره وقفت في الثغر قدامه ليصرف غضبه عن اطلافه لو لا ان دا حصل انخلص عليه الصلاة مش هزار يعوب صلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها يحن 14 12 14 الحق الحق اقول لكم مسيح بيقول من يؤمن به فالاعمال التي انا اعملها هي اعملها ويعمل اعظم منه طب ازاي انا بقى يا بني ادم عادي كده اعمل الاعمال التي كان المسيح يعملها واعمل ايه اعظم اعملها ازاي المسيح شرح بالسلام ليه لأني ماضي الى القاب لأني ماضي الى القاب في حتة نقصة هنا اه لأني ماضي الى القاب نظر دعيف خالص ومهما سألتم باسمي فذلك افعله يعني مين اللي هيعمل الاعمال المسيح كان يعمل هو برضو. بس المرة دي عن طريق ايه? الصلاة. يا رب ايش في مرضى? ايش في مرضى. اكتر من اللي كنت بتعمله? اكتر من اللي كنت بتعمله. انت كنت بتزهر لواحد بيتطهدك اسمه بولس. وحولته من شولة رسوسي الى بولس الرسول. يزهر للناس تاني. يزهر للناس تاني. في الكنيسة تقدر تعمل الاعمال التي كان المسيح يعملها وتعمل اعظم منها. عن طريق برضو المسيح. بس المرة دي عن طريق انها تعمل ايه? انها تركع. وتصدق ان الصلاة هتغير. لان ايد ربنا هتمتد. لان الصلاة بتطلق يا ده الله. ايد الله مقفولة. ها? عشان الحرية. فانا بحريتي بنوب عن الناس. بنوب عن الناس اللي بصل لهم. ما باخدش مكانهم للاخر لانه عنده لسه اردته الحرة. فعلى القل يتقدس اسمك دي. اعلن مجدك. في اعلن مجده. يقبله وما بيقبلش. طب اللي ابي يا رب املك في قلبه. يملك في قلبه. طب اللي ملكت في قلبه يا رب اجري ما شئتك في حياته. يجري ما شئتك في حياته. عشان كده دي سكة طويلة. لان فيها ضد ارادة الناس. وضد العدو. وضد الظروف. هميني؟ بقدف مع ربنا. بقدف وبجاهد في الصلاة. إذا كان في جهاد عظيم بيقول الكتاب وهو بيصلي في جاسماني. مش كده. كان عرقه يتساقط كقطرات دم نازلة الى الارض. لانه مش مجرد بيقوله خلصني. ده لأجل الصليب جاء. مش كده. لكن ده بيحمل قنين الامة كلها. بيحمل البشرية كلها. فاهميني بقول ايه؟ ده بيتقدم بيقدم ذاته زبيحة اسم الأجل العالم كل. مش هزهر. مش هزهر. الصلاة مش تحصيل حاصل. مش كده. الكنيسة اللي صلت. ربح تجيلها. وكنيسة اللي ما صلتش. خسرت جيلها. وزي ما قلت. ان التاريخ كله شهادة حية على صدق الحقيقة دي. ثبتتم في يا. ثبت كلامي فيكم. تطلبون ما تريدون. فيقول لكم. عربية يعني. في الله يا رب وقصر. لا 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 لا. ما تطلوبوا الصمر. تطلوه عشان الناس. بهذا يتمجد ابي ان تقتوا بصمر كسير. مش بهذا يتمجد ابي بان يكون عندكم عربيات وفلل ويخوت ومش عارف وبيتش باجي. ومش بتكلم عن كده هنا. احنا ناخد الاية دي نقول له. مجد يا رب طب عروسة امورة وفيلا زيارة كده. محندق اربع قوض ومطرحين. كده ومش عارف ايه. مش بيكلم عن كده هنا. مش بيكلم عن هنا. بيكلم عن القرع. مش بيكلم عن السؤال. السؤال يعطينا ما نحتاج. هنا بيعطينا ان نغير العالم. ان نغير العالم. بهذا يتمجد ابي ان تقتوا بصمر كسير. فتكونون تلاميذي. حلقة الجاية هنقول ازاي نصلي الصلاة دي. ازاي نصلي الصلاة. ازاي نصلي الصلاة المقتدرة اللي بتكلم عنها صلاة الي. ازاي نتحد بمشيئة الله عشان تكون اردته كما في السماء وتتحقق فين على الارض. في اعتراضات طبعا. بس اعتراضات. فضلي. ديها المايك. اللي انا فهمته. انو حضرتك بتقول انه بصلاتي ممكن يوقف خراب بلد. اوكي? دلوقتي ربنا قال ان انا دورت على راجل واحد انو يصلي للبلد دي ينقذها ملقتش. يعني ده بلد كاملة. ام. مش نافع يجيب من بلد تانية. ام. حد تاني. مش معقولة. ام. من بينهم. واول نفرد. اه. ما يجيب من خارجهم. يجيب من خارجهم لانه يونان جابوا من حتة. يونان ما صلاش. يونان قال كلمتين ومشي. طب كان بينفع. نكلم عن الصلاة هنا التوسلية. صح كده? اه. كان بينفع. ان واحد يروح يقول كلمتين ويمشي. يونان لو كان راح. اه. ما كانش صلى خالص. كان قال يا ربه لكم. ام. طب او كي? ده ده يعني ربنا تلكك قوي. في الكلمة دي. و. ليه? ليه من بينهم? ليه طلبتوا من بينهم? عشان يبقى على قلبهم. على قلبه على قلب. مش بس كده. ليه? ان انا بيمثلهم. هو بيحل محلهم. هو واحد زي ما موسى بيقول لي انا اعيش معهم. يا انا اموت معهم. بس ده شعب. ده 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 كمية كبيرة. ده كمية كبيرة. ما خسارة. وده وده اللي حصل عبر التاريخ. وساعد. جون نوكس قبل ما نسمع النهضة كبيرة جدا حصلت في اسكوتلندا في وقت من الاوقات. واللي حولت اسكوتلندا من الى. طبعا راح. لان اللي بعدهم ما كملوش. اه. القصة الشهيرة بتاعت جون نوكس. انه طلع لجبل يطل على هدي المقاطعة الكبيرة جدا. وصلى من شروق الشمس الى غروبها. وكانت صلاته وصراخه كده. يا رب اعطيني اسكوتلندا وإلا اموت. يا الشعب ده يعرفك. والنزل تتغير. يموت. نزل ربنا استخدمه قلب المنطقة دي. وتاريخ المنطقة دي تغير لفترات طويلة من الزمن. ربنا عايز واحد منهم جاي من برا ولا جاي من جوة لكن واحد يعتبر نفسه بدلهم. يقفين في الصغر. ويقول له يتخدني معاهم يترحمهم معي. من البداية ربنا عايز. وعايز? على قلبه. على قلبه انه ينقذ الناس ديت. اوكي. على قلبه ينقذ صدوم وعمورة. حرقها بنار وكبريت ليه? عشان ما لقاش حد يصلي. اه? اصلي انا كده. اه? ما انا كده حس انه يعني. ايوا بايه? بمسئولية. وانا مش عايزة. لا 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 لا. لا لا. لا مش بقول. لا معلش. طب خلاص فضل. لا معلش. انا مش هحس بالمسئولية. احس انه ربنا كده يعني. بيتلكك. لا مش بيتلكك يعني اصله مش مشكلة. اهو عدد راح في اللمون. خالص. ما هو? ده لما يقول عايز واحد يبقى عدد في اللمون? واحد قصاد. الاف بلد. اه. مش مش مقنعة. مش مقنعة ليه? طب بالعكس صحيح عايز الاف عشان يحلوا محل آآ عشرات. انا مش واحد هو اللي هيجب لي الالاف. طب انا ادور على حد تاني برا عشان خسارة الالاف. الكنيسة انا كنت بتبعت اتنين لمدينة والمدينة تتقلب. ما هو اتنين بقلب ومدينة. انا مش مشكلتي دلوقتي اتنين قلب ومدينة ولا عدلوها. ايوه. انا مشكلتي في اللي راحوا. ايوه اللي راحوا دول يعمل ربنا ايه? ربنا قرر. ما هي دين مشكلة بتاعتنا. ربنا قرر نتيجة سلطانه ومسئوليتنا والقونين اللي اللي حطها. انه لما يوصل للانسان يوصل للانسان عن طريق مين? الانسان. الله عشان يفدي البشرية صار ايه? وده اللي الناس مش فهمها. ليه? لان ده القانون. ده القانون. لو ربنا بدون انسان يصلي يقتحمني اقتحاما. لو ربنا ظهر بمجده فوق اي مدينة. تخيلوا انتوا? تخيلوا? مش الشمس. الشمس دي عند ربنا مش نجم. دي بتاعها كده صح? دي طلعت الشمس اللي احنا عاملين بها قبا ديت ها? عاملين بها قبا. هي طلعت ولا حاجة ها? طلعت بلايين من النجوم اصغرهم الشمس. ها? خالق هزا تكون لو ظهر للناس. الناس تؤمن بيه? ولا تتحرق خالص? لو الشمس قربت شوية بس مننا. يحصل لنا ايه? عشان كده ربنا بيوصل لي عن طريق انسان. عشان ما يهددنيش. عشان لما اختاروا اختاروا بايه? بقراتي بحب. تفهماني? فعشان كده ربنا اختار ان يصل للانسان بالانسان. فبيكلمني بانسان. وبيبعث لي الروح القدس عن طريق واحد يصليلي. فانا يا انسان بأثر فيك ازاي? ان يكلمك عن ربنا واكلم ربنا عنك. فكلم ربنا عنك يبعث لك رسائل روحية بالروح القدس. وانا كلمك عنه فيبعث لك معلومات عنه. مش كده? فيحاصر ذهنك ويحاصر ايه? روحك وقلبك. من غير الوسيط ده الانسان اللي يصل للانسان ربنا هيصل بنفسه. صح? هيعمل ايه? هيسحك. ما عندكش حرية. طب سويني. ايوة. في ناس بيظهر لها المسيح. كويس. وبيظهر لها في صورة مش بالجمال الجلال والمجد واللي هيسحقهم. مش كده? كويس. ويامة حتى قال لك يا ايه ده كان حلم حلو قوي وعداه. طيب. طيب اوكي. اللي ما يظهرش بالصورة دي. ما هو عشان يزهر كده. اللي خلاها يزهر. اللي دلوقتي المسيح بيظهر لمئات الالاف من الناس. عشان احنا بقالنا تلاتين سنة بنصلي الصلاة ديت بدموع. يعني انا ممكن اكون سبب في ضغيات ناس. استاني بس. لعشر قرون فاتت ما حصلتش الظاهرة ديت. عشان عشر قرون فاتت. الكنيسة ما طلبتش الطلبة ديت. شمعنا بتحصل دلوقتي? لما الكنيسة طلبت الطلبة ديت. صح الغلق؟ طيب. عشر قرون الكنيسة ما طلبتهاش. ما عزلتش. تلاتين سنة الكنيسة بتطلبها. بتحصل. مش بتحصل مع واحد اتنين. نقات الالاف. دي الصلاة. تبلغتش يقولون ايضا عوضوا ليه? مسؤوليت الكنيسة. فرقابينا. شكرا احنا من نهار دا بنصليب لغلا بسامحنا. بسامح اجدادنا. سامحنا. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ حصل ولا ما حصلش؟ بس ممكن ما تتحكش عليها؟ طيب. هو المسيح بيعمل ايه في السماء؟ فيما يتعلق بجزئية الشفاعة. بيشفع بدمه في القديسين. بيعمل الاعمال التي كان يعملها ويعمل اعظم منها كاستجابة للصلاة. في حد قال لي الله طب مش المسيح هو الشفيع. هو واقف طول النهار يتشفع عنه. يبقى مفيش حاجة اسمها متشفعين. لا مش بيصلي صلاتة والسولية. الصلاتة والسولية بتطلع منين؟ من بينهم. اولا تاني. من بينهم. طلبت رجلا ايه؟ من بينهم. يقف هنا. في الصغر هنا. ويتضرح هناك. فالمسيح هناك يعمل ايه؟ يسمع هناك. ويعمل الذي كان يعمله. ويعمل اعظم منه. في سؤال تاني بالنسبة لقصة التوسل وانا بتشفع. مش التوسل ده يوحي للبعض. مقول له يا رب تعالى اني انا يعني قلبي على البلد وقلبي على فلان اكتر منه. توحي توحي. طبعا هو ده مش حقيقي. فهل انا التوسل دي اسلوب كويس في الصلاة ان انا اتوسل. ولا يكفي ان انا يا رب زي ما ما التلاميذ صلوا. يا رب لتجرى اياته عاجاته. وخلصة. لا يعني. يعني. ما قصودش وخلصة. لازم هناك التزلل والصراخ والبكاء. ولا نعملها بالطريقة دي. لماذا اتوسل الى الله كأنه لا يريد وانا اللي ادفع اكل الدفع دي. جميل جدا دي الحلقة اللي جاية. دي الحلقة بالزبط كلها تقريبا على الموضوع دوت. دي الحلقة اللي جاية. فانتظرنا الحلقة اللي جاية حنجاوب على السيد سبحان. صدر. وتعلي يا ابونا بس انا انا شايف انه احنا مش عايزة مش باحكم على حد. انا قصدي يعني احنا ممكن يكون الفكرة دي صعبة علينا. عشان احنا مش احنا رفضين نبقى في يوم الايام هنقف احنا في الصغر. خايفين مسئولية. كمان رفضين انه يعني مش حاسين ان احنا ينفع نعمل كده. انا قولي القوي ان انا عامل كده. ان انا اقف لربنا وتوسل للناس دي كلها. مع ان ده يعني حاجة اساسية ربنا بيطلبها مني ان انا اكون بعمل كده. فانا احس ان انا بغرب. طلبتو عملاقا ولا طلبتو رجلا. اه يعني. طلبتو قديسا ولا طلبتو رجلا. خالص. لا هو هروب. هروب. او مرة على فكرة تنفي على فكرة حقها بحق الراجل. عندنا الراجل زي الست. فهو هروب. هروب مش اكتر. انا رأيي كده. انا رأيي ان احنا رفضنا هذه النظرية لسنوات طويلة. لانها بتحملنا المسؤولية. تحملنا المسؤولية. فضل. هايز ارجع بس الورا شوية في الحلقات اللي فاتت. فضل. اه قبل الصالة دي خالص. خالص. لا مش الصالة كلها. اه في القلب النقي. ايوا. ايوا. ايه 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 فكرك. انا ينفع اعمل كل ده واقف في الصغر. اصلي معنى ان اصلي اصلي جات في دماغي الموضوع. انا واقف في الصغر في المكان ده اللي بيتضرب اللي بيتضربني منه اللي الناس بيتضربني منه كده. ينفع اقف. ينفع اقف. وانا قلب نقي. وانا من غير قلب نقي. سؤال يعني ده سؤال. انا مش عاين الله ولا عاين قلب ولا حقدر اطمق. مش عارف اعملها اصلا. انا مش عارف اعملها. انا حصرخ. بس على روحي. وبالكتير على حماتي. لكن مش اكتر من كده. لا مش مش هقدر انا اعملها اصلا. انت مش هتقدر. كنت جات قدامي قصة الطفان ونوح. اه الله كان هنا اردته اه كان يهلك الشعب. اباكد كلمك حضرتك برضو ابونا. اه قال لنوح اصنع فلك ان شر الانسان كدر وافقار قلبه كلها شر. بس ليه ما قالش النوح صلي من اجلهم. كان لو كان نوح وجد نعمة في عانين رب كبيرة جدا هو اسرته. ممكن كانوا صلوا عن الارض وكلها انها ما تهلكش كان ممكن. الله استجاب. جميلة جدا. لما ربنا اكلم ابراهيم عن سدوم وعمورة. ابراهيم صلى ولا ما صلاش? صلى كتير. صلى. كويس? وقال له خمسين. اربعين. تلاتين. عشرين. عشر. ربنا استجاب ولا ما استجابش. لقينا عشرة. عشرة في مدينة. طيب. وقت الطفان. طلعوا كام نجو من العالم كله في الوقت ده. اسرة تمانية. اسرة نوح. حالة نوح والحيوانات تلك كان ما في فلك. كملوا عشرة. تمانية نوح قاعد يبني الفلك كام سنة? ميت سنة. ميت سنة. ميت سنة. صلى ولا ما صلاش للناس. ما كان بيكلم الناس. اللي هو كان بيعمله ده واحد برا بيته بيبني فلك. تخيل واحد بيبني. انت بتبني السفينة فين? في البحر. او في النهر. ده بيبنيها برا بيته. برا بيته. يعني قايش كده وبيبني برا السفينة. مش سفينة كده صغيرة حينزل بها ستادي شيلة مع عياله. لأ. دي. مدينة. اه. الناس سخرت منه قد ايه? قلوهم ايه? اه. قلوهم فيه طفان جاي. ما صدقوش. ميت سنة ربنا مستني. سخروا منه كان بيسخروا منه. يعني هو ادالي فرصة برضو كلم في وقت كلم من اكيد. اكيد. واللي نجي في الاخر تمانية. هم. هم سوالين صغيرين. احنا تكلمنا في طلب الله انه احنا بنطلب شخصه. اه. وفي اية في الكتاب بتقول وجدته من الذين لم يطلبونني. اه. وتطبيق الاية دي ان بالتوسل انه احنا لما بنتوسل لالله من اجل ناس اخرين. لم يطلبوه. بيوجد لهم. مرغم انهم لم يطلبوه. مظبوط. فده معناه. طبعا دي نبوه عن مين كمان? ايه دي نبوه عن ايه? عن دخول الامم. مش كده? اه. فاليهود اللي بيسعوا في طريق الله. جالهم رفضوه. والشعب اللي مش مستني المسية. وجد له المسية وامن بيه. فاماني? فوجدت من الذين لم يطلبونني. ايه لامة? مش كده لم تعرفني. صارت تعرفني. فده معناه انه اللي حاجتين موجودين. انه انا لما هطلب الله يعني هطلب اه انا عايزاه هو شخصه. فهيوجد ليا. وللما طلبه اوش. لكن هذا لا يمنع انه هيوجد لاخرين لم يطلبون. بالزبط لو طلبت. اه. السؤال التاني. القصة اللي احنا اتكلمنا فيها في الاخر دي بتاعت التوسل والشفاعة والكلام ده. اه نعمل ايه? علشان نبقى في مكان امن من ناحية ان احنا لا نصاب بالشعور بالزنب لما ما نعملش دورنا. انا عارفة انه المفروض اننا نعمل دورنا. يعني انتي بتقوليلي انا بفكر ما عملش دوري. اعمل ايه عشان مش عارش بالزنب. انا مش بقول ان انا بفكر ما عملش دوري. بس انا بقول انه كلنا في حياتنا الروحية احنا في اوقات كتير احنا باختيارنا. احنا بنقترب من الله وبنبقى بنوعينه. وفي اوقات تاني اه ساعات ده ما بيحصلش. بنفطر بنبعد بقردتنا بحروب. والحروب دي في احيان بتقوى علينا. لغاية ما هنقوم تاني. فممكن قوي في الوقت اللي احنا مش قريبين فيه قوي من ربنا ده مش ملتصقين بيه زي ما احنا عيننا قبل كده. انه الامر ده يصبنا بشعور بالزنب. فنعمل ايه? اه. في فرق بالشعور بالزنب والتبكيت. ايه وقت اعمل حاجة تخلي ربنا يبط ليبكتك. شعور بالزنب بليس. تبكيت ربنا. شعور بالزنب عشان بيري الزاتي. تبكيت عشان بحب ربنا. فانا مش هتصرف وعمل احتياطات امنة عشان مشعورش بالزنب. لكن انا حراعي مخافة الله لتخليني ابكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة عشان ما استمرش في النعاس. مش كده؟ اللي بيخليني عشعر بالزنب كبريائي. فكل ما بكسر كبريائي مش هشعر بالزنب. اللي بيخليني اتبكت هو تواضعي. فكسر الكبرياء هو اللي بيحميني من الشعور بالزنب وبيخليني تحت الايه؟ تحت التبكيت. اتمنى ان دي تكون اجابة. عزيزي مشاهد اشكرك عشان متابعتك لينا هذه الحلقة. نعارف ان الحق مرد بيخضنا. بس دي كلمة ربنا. وعشان كده المسيح دعانا ان نكون تلميذ لنتعلم الحق. ونشوف ازاي الحق ده قوة هائلة. عشان نحب ربنا. وعشان نعيش في طرقه. وعشان نحقق مشيته. الى ان نلتقي. الرب يحفظك. تلميذ للمسيح. امين.